للنائبة المحترمة سيدة مونيا غلام التي سيستثنها الكلمة باسم فرق المعارضة تابدني سيدة النائبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الرئيس سيد الوزير سيدات والسادة النواب أتشرف اليوم بتناول كلمة باسم فرق المعارضة في إطار المناقشة العامة لمشروعي القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لقد كان بودنا كمعارضة بناءة وذات قوى اقتراحية أن تتجاوب الحكومة مع مقترحاتنا وتعديلاتنا والتي جاءت بتجرد عن أي منطق سياسي وكان هدفها الأسمى خدمة الصالح العام وإدفاء لمسة تجويدية على النصين المقترحين لكن الحكومة اختارت عن سبق إصرار تجاهل كل المقترحات المعارضة بدون مبرراتٍ موضوعية مستقويةً بالأغلبية العددية وإن كان ذلك على حساب جودة النصوص الهامة المطروحة للنقاش فبالرجوع إلى مضامين وبنود مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة كما قدمتهم الحكومة وكما صادقت عليهما لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لا بد أن نقر أن الحكومة الحالية لم ترتقي بعد بتدبيرها للشأن العام الاقتصادي إلى وضع تصورٍ استراتيجي ورؤية اقتصادية واضحة ومندمجة تنتظم فيها تدخلاتها الاقتصادية وقوانينها المقترحة والتدابير المتخدة لقد غاب عن مشروعي القانونين النصق الاقتصاد التاروري لتكريس وترسيخ سياسة المنافسة التي لها مفهومٌ واسع يمكن أن يشمل كل السياسات الاقتصادية ومنها على الخصوص السياسة التجارية سياسة الأسعار قوانين حماية المستهلك وتطبيقاتها سياسة الاستثمار سياسة تحديد قوانين الأعمال وتحسين حكامة محيط الأعمال تقويص دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الخاصة إن من شأن القوانين التي تؤطر أحكام المنافسة أن تساهم بشكلٍ أساسي في توفير الإطار الملائم لمحيط الأعمال وتسهيل المبادلات التجارية وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لذلك يكتسي قانون حرية الأسعار والمنافسة أهميةً استراتيجية لكونه يعتبر حجر الزاوية لأي إصلاحٍ اقتصادي بل إن أحكام مثل هذه القوانين يجب أن تنبطق من السياسة الاقتصادية المتبعة حيث أنها تشكل الدعامات الأساسية لأي نموذجٍ اقتصادي وفي نفس التوجه فقد كان إصدار قانون الأسعار والمنافسة في سياقاتٍ من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي انطلقت ببلادنا منذ منتصف التسعينات القرن الماضي والتي استهدفت التحرير التدريجي للأنشطة الاقتصادية وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية بالبلاد وتقلصت القدرة على تمويل النشاط الاقتصادي وهكذا جاء القانون المعمول به حالياً والذي اليوم نحن بصدد تعديله في إطار السياسة الاقتصادية المتبعة آنذاك مكملاً لإجراءات التحرير الاقتصادي التي شملت العديد من آليات السياسة الاقتصادية وقد استهدف هذا القانون وضع أحكامٍ تهم تأطير الأسعار ومراقبتها وأخرى تهم الإطار القانوني والمؤسسات للمنافسة بما يتناسب والسياسة الاقتصادية المعمول بها في تلك المرحلة ووفق النموذج الاقتصادي الذي يقوم على تعزيز النمو الداخلي عبر تقوية الاستهلاك والذي تبنته بلادنا منذ سنة ألفين سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات أستاذ النواب اليوم وفي ظل احتداد الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني وفي ظل التقلبات التي أصبح يعرفها اقتصاد العالمي وتداعياتها المتنامية على اقتصادنا وفي ظل المنح التصاعد الذي تشهده أسعار المواد الأولية وما يعني ذلك من انعكاسات على المالية العمومية وعلى الحساب الجاري لميزا الأداءات وذلك من جراء الانفتاح الواسع لاقتصادنا على المنظومة الاقتصادية الدولية اقترحت الحكومة مشروعا جديدا حول المنافسة والأسعار وحول مجلس المنافسة لكن من خلال قراءة متمحسة للمشروع المقترح ومقارنته بالقانون السابق يتضح أن الحكومة أخلفت موعدها مع إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني الذي يغلب عليه الطابع الريعي وتعدد الامتيازات والإعفاءات الضريبية وتنوع دعم الدولة الذي يشمل العديد من القطاعات من الاستيراد إلى الاستهلاك مرورا عبر الإنتاج واستمرار الاحتكار في عدة أنشطة اقتصادية كما يشكل القطاع غير المهيكل نسبة مهمة في النسيج الاقتصادي وإذا كانت استطورات الاقتصادية والمعاملات التجارية والتحولات السوسيومهنية قد أفرزت مجموعة من الممارسات أخلت بمبادئ المنافسة في العديد من المجالات بل أوغلت في استغلال الدعم العمومي وخلقت مجالات متنوعة من الريع الاقتصادي سواء على مستوى تحديد الأسعار وتركيباتها وتوجيه الدعم العمومي إلى القطاعات الإنتاجية والتلاعب بالقوت اليومي للمواطنات والمواطنين فلقد كان لزاماً على الحكومة أن تبني المشروعين المقترحين على أساس تقييمٍ دقيقٍ لتطبيقات وتنفيذ قانون حرية الأسعار والمنافسة المعمول به منذ أربعة عشر سنة لقد كان من المفروض إذن أن تنجز الحكومة تقييماً موضوعياً لتنفيذ قانون الحرية الأسعار والمنافسة المعمول به من خلال دراسة تطور الحركة الاقتصادية وهيكلة الأسواق والوقوف على مكامن الخلل والدعف وكذلك تجاوز النقائز التي أفرزتها التجربة والتطبيق كما كان يجب عليها قيم بدراسات اقتصادية متخصصة لقياس تطور هيكلة الاقتصاد الوطني ودرجة المنافسة في القطاعات الاقتصادية هذا فضلاً عن ضرورة مواكبة المعايير الدولية وتطور التشريع المقارن مع ملاءمته مع حاجية الاقتصاد الوطني وخصوصياته انسجاماً مع انخراط بلادنا في الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي لقد كان من المفروض كذلك أن يقدم المشروعين المقترحين الأجوب عن الإشكالات والتحديات المستجدة التي يواجهها وسيواجهها الاقتصاد الوطني على المدى القريب والمتوسط وأن تستخلص الحكومة العبر من السلوكيات التجارية والممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية وغير المبررة في الأسعار وبعد عملية التركيز لقطاعات انتاجية التي خلقت أوضاعاً احتكارية لقد كان من المفروض أن توفر هذه المشاريع المقترحة الآليات الوقائية الضرورية لمجابهة محاولة احتكار السوق أو الإخلال بسيره العادي وتضع الأحكام المؤطرة لحرية الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وضمان شفافية الأسعار بل تؤسس لآلية جديدة لتحفيز مستوى المنافسة في الاقتصاد الوطني وتنخرط في التأسيس لسياسة اقتصادية واضحة للحكومة ولنموذج اقتصادي للتنمية ملائم لواقع التطور الاقتصادي والاجتماعي على اعتبار أن النموذج الاقتصادي الحالي المبني على إنعاش الطلب الداخلي قد بدأ يستنفذ مبتغاه في تحقيق النمو والنهوض بالتشغيل السيد الرئيس السيدات السادة النواب السيدة الوزيران إذا كان مشروع القانون رقم عشرين تلتاشر متعلق بمجلس المنافسة قد أتى كنتيجة حتمية لتفعيل المادة ميوستوست من الدستور ليرتقي بصلاحيات مجلس المنافسة إلى سلطة تقريري زجري فإن مبدأ الاستقلالية الذي جاء واضحا لا غبار عليه في النص الدستوري لم يعرف نفس الوضوح داخل مشروع القانون حيث التفى المشروع المطروح أمامنا اليوم على هذه الاستقلالية من خلال عدم التنصيص الصريح على الصفة الشخصية لأعضاء المجلس كما أن إصرار الحكومة على وضع ممثل لها دون تقييده بصلاحيات واضحة من شأنه أن يمس باستقلالية المؤسسة كما أن الاختصاص العام الذي منحه الدستور لمجلس المنافسة قد تم تجاهله من طرف مشروع القانون الذي لم يوضح حدود العلاقة بين المجلس والمقننين القطاعيين مما قد يسائلنا عن مدى دستورية مشروعي القانونين بعد المصادقة عليهما من طرف مجلسنا الموقر وهنا أريد أن أفتح القوس لأقول أنه سيد الوزير تحدث عن الجانب الأمني المتعلق بلا ينخطي ولكن دور مجلس المنافسة ليس أمنياً هو دور اقتصادي يتعلق بالأسعار وبالمنافسة فلا أحد يجادل في دور لا ينخطي في التقني ولكن على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى حرية الأسعار فالدور لمجلس المنافسة وليس للوكارة الوطنية أما مشروع القانون رقم 14 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فقد جاء فضفاضاً بمفاهيم معممة يحيل على أزيد من 18 مصد نظيمي من دون أن تقبل الحكومة تحديد أي أجل لإصدارها مما قيد يجعل هذا المشروع بعد المصادقة عليه مجرد حبر على ورق ينتظر الإفراج عن نصوص تنظيمية قد تأتي أو لا تأتي فقد اكتفى مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة بتدقيق بعض المواد وبإعادة سياغة أو تركيب مواد وبنود القانون السابق من أجل ملاءمته فقط مع الدستور الجديد كما غابت الدقة عن مواد كثير من هذا المشروع كالارتفاع أو الانخفاض الفاحش للأسعار غياب تحديد مفهوم الاتفاقات والتحالفات مهما كان شكل هذه الاتفاقات صريحاً أو ضمنياً مكتوباً أو شفاهياً صعوب الضبط سقف 40% المحدد على عملية التركيز الاقتصادي إلى غير ذلك ونظراً لغياب التفكير والتصور استراتيجي الاقتصادي فقد أغفل هذا المشروع العديد من جوانب التدبير الاقتصادي كتأطير الأسعار خصوصاً في القطاعات التي تحضى بدعم الدولة أو بإعفاءات ضريبية ووضع آليات جديدة لضبط الأسعار وتحديد هامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي للزيادات في الأسعار غير المبررة والمفرطة خاصةً في المنتوجات التي تحضى بدعم الدولة عند الإنتاج كما حدث بالنسبة للحليب أو كحاليح بالأطفال إلى غير ذلك كما أغفل وضع الآليات العملية لمنع نشوء الريع في القطاعات التي تحضى بدعم الدولة عند الاستهلاك من قبيل المراجعة التقييمية الدورية لتركيبة أسعار هذه المواد المدعمة وأغفل كذلك التنصيص على أن ظاهرة التجارة الموازية وظاهرة التقليد من أشكال منافسة غير المشروعة ووضع الآلية اللازمة للتصدي لها السيد الرئيس السادة الوزيران السيدات السادة النواب من أجل تضمين النصين المعروضين المصادقة لكل هذه الملاحظات فقد تقدمت فرق المعارضة بتعديلات جوهرية حقيقية من أجل تدعيم وتكريس استقلالية مجلس المنافسة وتحديد وصوديح العلاقة بين المجلس والمقننين القطاعيين وكذا تدقيق بعض المفاهيم المعممة واقتراح معايير والأسقف الواجب احترامها في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية لكن واستمرارا لنفس منطق التعنت الذي تنهجه الحكومة وغياب تقافة الحوار والتشاور والإنصاف لديها حيث تخفي من وراء كل ذلك فشلها في إيجاد الحلول المناسبة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تزداد تأزما بواسطة إجراءاتها المعزولة وتدابيرها العشوائية فإن الحكومة أعرضت حتى على مقارعة تعديلات فرق المعارضة بالحجة والبينة العلمية ورفضت كل التعديلات الجوارية المقترحة لقد كان من المفروض اعتبار قانون الأسعار والمنافسة عاملا هاما في تقوية رصيد التقى في الاقتصاد الوطني الذي بدأ يتآكل من جراء النهج الاقتصادي الذي تنهجه الحكومة وإقرارها لعدة إجراءات مشتتة ولا رابط بينها ودون أن تنخرط في التصور الاقتصادي ناجع لكن أبت الحكومة إلا أن تتبم تمرتاً أخرى من خلال هذين المشروعين أنها تفتقر وللأسف الشديد للتفكير الاستراتيجي اللازم لقيادة الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها بلادنا في سياق ضرفية دقيقة ومن أجل كل ذلك لم نجد بداً في فرق المعارضة سوى رفض هذين المشروعين ونحن نأسف للفرصة التي تضيعها الحكومة مرة أخرى لإخراج نصوص ذات جودة عالية متماشية مع روحي ومنطوق دستوري 2011 والسلام عليكم ورحمة الله شكراً